26 حكما بالإعدام خلال أربعة أيام فقط صدق عليها القضاء في العراق بحق من قيل إنهم متهمون بالإرهاب أحكام قضائية تصاعدت وتيرتها بعدما توعد رئيس الحكومة حيدر الإعبادي بالقصاص من المتورطين بقتل مجموعة من المخطوفين وعددهم ستة أشخاص عثر على جثثهم في محافظة ديالا في 27 من حزيران الجاري وبدلا عن ملاحقة منفذي جريمة قتل المخطوفين الستة واعتقالهم وعرضهم على الرأي العام سارعت الحكومة في بغداد إلى استئناف عمليات الإعدام ضد نزلاء في السجون بقرارات قضائية لتثير هذه الأحكام جدلا واسعا بشأن تكرار النهج الحكومي نفسه في التعامل مع الملف الأمني إذ ما تزال السلطات الحكومية تلجأ إلى إخضاع أعداد من السجناء لمقصلة القضاء بعد أي خرق أمني يظل منفذوه أحرارا بلا ملاحقة منظمات حقوقية ودولية تحدثت عن وجود 19 ألف شخص على الأقل معتقلين في السجون الحكومية بتهمة الإرهاب منذ عام 2013 فيما يواجه أكثر من 3000 شخص أحكام الإعدام بتهمة الصلة بتنظيم الدولة وكالة أسوشييتد بريس الأمريكية أكدت في تقرير لها أن مدة المحاكمات لا تتعدى بضع دقائق لتنتهي معظمها بالإدانة التي غالبا ما تستند إلى اعترافات يقول المتهمون أنها تنتزع تحت التعذيب وسوء المعاملة أو تلك التي تستند إلى تقارير مخبرين سريين إجراءات حكومية وقضائية لم تعد صادمة للكثيرين لا سيما وأن العراق بات من بين الدول الخمس الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم بحسب منظمة العفو الدولية كما أن القضاء في العراق متهم بالتسييس ليس على لسان المنظمات الحقوقية الدولية فحسب بل على لسان قضاة سابقين مثل رئيس هيئة النزاهة الأسبق رحم العقالي ممارسات التعذيب التي تجري في السجون أحكام الإعدام التي تصدر بدون أدلة معتبرة وفقا للمعايير الدولية المحاكمات التي تجري خلافا لمعايير المحاكمة العادلة التي يتفق عليها كل العالم في المعايير الدولية كثير من الانتهاكات التي تجري في السجون من اغتصاب من تجاوز يعني انهيار كامل لنظام العدالة في الحقيقة احتجاز عشرات الآلاف من المعتقلين الذين لم يصدر بحقهم أي حكم قضائي منذ سنوات وإعدام أعداد المتباينة من السجناء في كل مأزق أمني يواجه حكومة العبادي إجراءات من شأنها مفاقمة معاناة العراقيين المتضرر الأكبر مما يجري في أروقة القضاء ترجمة نانسي قنقر